نسخة جديدة من قانون يتعلق بالعقوبات على روسيا وإيران في محاولة جديدة من الحزب الديمقراطي للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتمرير تشريع يشهد جدلاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي منذ نحو شهر من جهة أخرى الديمقراطيون الساعون لإرغام زعماء مجلس النواب الجمهوريين على السماح بالتصويت طرحوا على لجنة الشؤون الخارجية في المجلس مشروع قانون لا يختلف عن ذلك الذي أقره مجلس الشيوخ منتصف حزيران بموافقة 98 عضوا مقابل اعتراض عضوين والمتضمن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا ويتيح للكونغرس سلطة إعادة النظر في أي محاولات يقوم بها البيت الأبيض للحد من تلك العقوبات ويتهم الديمقراطيون الأعضاء الجمهوريين بالمجلس بتعطيل مشروع القانون الخاص بالعقوبات بسبب مخاوف إدارة ترامب من بنود تضع آلية لموافقة الكونغرس على أي مسعى من جانب الرئيس لتخفيف العقوبات عن روسيا خاصة بعد الاتهامات من قبل بعض الأطراف السياسية والإعلامية الأمريكية الموجهة لترامب بالتعامل مع روسيا في الانتخابات الأمريكية العام الماضي